وحنتطرق أيضا لأمور مهمة في كرة القدم تعالوا أتكلم معكم بداية كده قبل ما نروح للأهل والزمالك والأخبار الجديدة والإسماعيلي واللي بيحصل وكأس مصر وعندنا أيضا كمان صعود النادي النصر لدور التمانية في كأس مصر بعد ما فاز على الاتحاد السكندري بضربات الترجيح 11-10 ومحمد مرسي أضاع ضربة الجزاء الأخيرة وكان سبب في خروج الاتحاد السكندري لأنه اتحاد لعب خمس ضربات جابهم النصر لعب خمس ضربات جابهم دخل لعب النصر جاب ضربة الجزاء 11 دخل محمد مرسي يحط ضربة الجزاء ضيح على زمت شافين قادي اللعب بيحرس ضربة الجزاء للنصر وبعد كده على الفيسبوك بقى جماعة لاقتران اسم محمد مرسي بالرئيس محمد مرسي فعشان ضيع ضربة الجزاء فابتدى على الفيسبوك كلام لا أنا عايز أقول لكم طبعا محمد مرسي هو اللي جاب الجنين في مطش الزمالك يعني وكسبه الزمالك آي نعم محمد مرسي النهاردة خرج ولكن دي كرة القدم وأي لعب بضيع ضرب الجزاء بس سبحان الله هي جت في محمد مرسي طيب هنتطرق لكل حاجة ولكن نروح لبوب برادلي وجهازه الفني واختيارات احنا اعترضنا قبل كده هنا في الرياضة اليوم على اختيارات بوب برادلي للعابين أنا هتكلم ممتاز صراحة وما حدش يزعل مني ولكن عايز أوجه رسالة للمصريين الموجودين في الجهاز الفني ولبوب برادلي اللي طبعا بيتم تركامة كل كلمة بتتقال في البرادلي